في الحقيقة أنا لسه كمشاهد وإنما كمشارك في هذه المشاورات ونحن اليوم استكملنا اليوم الأول ولم نبدأ بعد اليوم الثاني في الحقيقة كانت فرصة مهمة جدا أن تلتقي مختلف المكونات ومختلف الشخصيات والمكونات الحزبية والاجتماعية والسياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية في مكان واحد لتدارس واقع الحالة التي يمر به الجنوب حاليا وكيفية النهوض به لملامس الطريق المستقبل لمواجهة التحديات والعقبات التي تقف أمام الناس وأمام مصالحهم وأمام تطلعاتهم المشروعة في سياق تعزيز اللحمة وتوحيد الإرادة وتقوية الصف في مواجهة التحديات القادمة